اشتركوا في القناة شقيقة حفظهم الله وأثر مخرجاته في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولا للتكامل المنشود وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية شقيقة حفظهم الله وقد رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى فيما رأس الجانب الحكوبي سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزيره الخارجية وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب وعدد من المسؤولين وخلال اللقاء أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بعمق الروابط الأخوية والتاريخية والعلاقات الراسخة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبيهم الشقيقين وفي ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حافظه الله ورعاه وكدام علي رئيس مجلس النواب دعم السلطة التشريعية للأعمال والمبادرات والمشاريع التي أطلقها مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه المنبثقة ودورها الحيوي في تعزيز التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية وتحقيق النماء والازدهار والخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين مشيرا معاليه لهمية النتائج المثمرة للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المسارات التنموية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تتعمق وتتنامى بدعم رفيع ومساندة لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية حافظه الله ورعاه مشيرا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية تتسم بعمقها التاريخي الراسخ وبعواصر الأخوة ووشاج القربة المتأصلة بين المملكتين وشعبيهم الشقيقين وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الأدوار والجهود الدعوبة التي يبدلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حافظه الله وما يوليانه سموهما من متابعة واهتمام ورعاية لمختلف مجالات التنمية والتطور في المملكتين الشقيقتين وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن ثمار ونتائج مجلس التنسيق السعودي البحريني التي بدأت قبل نحو خمسة عوام تؤكد مضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نحو آفاق واسعة من التنمية المشتركة والزهار الثنائي والتقدم الذي يتوائم مع نمائي والزهار المجالات والقطاعات الحيوية والواعدة وأعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي عن سعادته وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء باللقاء مع ممثلي السلطة التشريعية تنفيذا لتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتجسيدا للحرص الكبير الذي يوليانه للتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهمية إطلاع السلطة التشريعية على المستجدات الأمور المتعلقة بالشأن المحلي والجهود المبذولة لدعم المسيرة التنموية الشاملة خدمة للوطن والمواطنين وتحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة وتقدمها وتحدث وزير الخارجية عن نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في الرياض يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء وخي صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بمشاركة أصحاب السمو المعالي والسعادة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التحضيرية في الجانبين وقال إن هذا المجلس المبارك يجسد الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأكد وزير الخارجية أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني كان اجتماعا متميزا سدته روح الأخاء والبود والتقدير التي تربط بين صاحب السمو ولي العاد في البلدين الشقيقين وكان ناجحا بكل المقاييس وتكلل بنتائج مثمرة سوف تكون لها مردودات إيجابية عديدة على العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وخلال الاجتماع أطلع الفريق الحكومي السلطة التشريعية على تفاصيل المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني وهي كالتالي أولا افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسها في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي ثانيا اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين ثالثا ادراج المنشآت السعودية الراغبة منتجاتها في برنامج تكامل البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية رابعا المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خامسا الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين على أن يتم تشغيله في الربع الثاني من عام 2024 سادسا الربط الألكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية سابعا انشاء البرد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ثامنا اطلاق برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية تاسعا اطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كما استعرض الفريق الحكومي مع السلطة التشريعية تفاصيل الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مجالات الطاقة والاقتصاد والمالية والأسواق المالية والقانون والثقافة والتعليم والتنمية الإدارية والصحة والتلفزيون والإذاعة والأخبار